مرحبت الله بالحلوين كيف قنوا اليوم؟ اليوم نحن نبدأ بدرس جديد من المتفقنا وهو دوال صايلاري صرالما يعني ترتيب الأعداد الطبيعي نرس حلوكتر وسهل حتى أصير منو طويل كتير أبدا هادي باشليلم حاطرليلم إمري إمري بان شجوك لارن بويلرين كتشوك تنبيوه دور الصرالة ها عم تقولوا أنه رتبت أطوال هدول الأطفال اللي ظاهرين عنا بالشاشي من الصغير إلى الكبير كتشوك تنبيوه يعني من الصغير إلى الكبير كيف رتبتون؟ من عنا عنا بردة دوكسان سيكيز ويوزكي يوزون دوكوس تماما نحن نحكي هلا بعد شوي عن كيفية ترتيب الأعداد الطبيعي وشو هي الطرق اللي إذا استخدمناها بتسهلنا عملية الترتيب نشوف إمري شو قالنا إذ كي بانده بيكتن كتشوي دور الصرالة ما يطم شو قالنا؟ قالنا أنا رتبتم من الكبير إلى الصغير أي يعني بعكس اسكي تماما؟ يعني صار عنا برجس يوزون دوكوس يوزكي دوكسان سيكيز تمامي زر كدشلار بالأمثل التالي لح نعرف كيف تم ترتيب أطوال الأطفال تماما؟ أريني لهم شمدي برجس دوكوس صرالة كان بصمك سيصف فضلا أو لنصيد ديار صيدا بيكتر الشاغضة الشاغضة كي أريني إنجليل ها شو عبروا؟ نعبروا أن هاي الفكرة كتير مهمة كتير نتبهوا عليها شو هي؟ وقت كون نحنا عم نرتب الأعداد الطبيعيين يلي عدد منازله أكتر بصمك سيصف فضلا أو لنصيد إذا كان عنا عدد عدد منازله أكتر من باقي الأعداد بيكون هذا الأعداد أكبر من الآخرين يعني باقي الأعداد ديار صيدان بيكتر بيكون أكبر تمام؟ كيف يعني إذا عندي عدد من ثلاث منازل وعندي عدد من أربع منازل 1 sayı 3 basamaklı و1 sayı 4 basamaklı هاني ده بيكتر من الأكبر 4 basamaklı أكبر من الثلاث من الوث basamaklı تمام؟ مثلا عدد عندنا هذه المسال 36297 بيكون 5 basamaklı كبين باش يوز كرق اوش بصايميز دورت بصامكلي بوضة باش بصامكلي هانقي سيدها بيكتر طبيكي باش بصامكلي دها بيكتر تمام بيز ارقدشلال هاي الفكرة اكتر مهمة كتير بتسهل علينا ترتيب الاعداد تمام كل ما زادوا عدد المنازل بيكبر هذا العدد عندنا يعني كل ما كان العدد منازلو اكتر بيكون هوي اكبر تمام هاني كاتبيننا هون وكيالوم وطوز 8 بين اكي يوز دوكسان يدي سايسي باش بصامكلي اكي بين باش يوز كرق اوش سايسي دورت بصامكلي دونو او دويتشين باش بصامكلي سايضها بيكتر هاني علينا انو ليلو العدد اللي او زو خمس منازل هوي الاكبر تمام نشوف اكينجي ساني نشوف شو ساني بصامك سايسي اين اوان سايلارو كارشلاشطرر كان بصامك دياري ان يكسك اوان سايضان باش لياراك كارشلاشطر ما يابلر اشالا كيرنا انجليل ها شو يعني هادا الحكيب عم بيقلولنا ازا كانوا عدد المنازل متساويين وانا بدي رتب هاي الاعداد يعني انا عندي عدد من ثلاث منازل وعندي عدد تاني من ثلاث منازل كيف بطلي اه كيف برتب عفوان بيقلولي ان يكسك اوان سايضان باش لياراك كيف يعني؟ يعني ببلش من العدد اللي له منازل منزلته الكبيرة اكبر مثلا انا عندي ثلاث اه اعددين لثلاث منازل اي يعني ببلار اون لار يوز لار تماما مين اكبر منزلي عنا الوز لار فانا بطليع عاليوز لار بين العددين بشوف مين اه وين اكبر هاي المنزلي بهاد العدد ولا بهاد العدد رح نوضي حاد الشي بهاد المثال بصايميز هاد العدد باش يوز سكسان التبين اوتش يوز كرك دوكوز هاد العدد من ست منازل تمام؟ مصايق اكي يوز كرك يدي بين التو يوز اوتوز التبين بوين سي التو بصامك له هاد من ست منازل وهاد من ست منازل بالعدد المؤلف من ست منازل التبصامك له اكبر منزل فيه من يوز يوز بلار بصامه يوز بلار بصامه الي كانت اخر ضيفي عنا ذكرتوها هاتر لاد نزمي طبي كي هاتر لاد نزمي سيز افارم سيز هر كس نز ها اما برادة يوز بلار بصامه اما مئات الالوف اللي هون هي اتنين اما برادة بيش هنجسي ضهابيوك بيش مي اكي مي يوك بيش اكي دان ضهابيوكتور بوني دان لي بصاي بصاي دان ضهابيوكتور تمام؟ لان احنا عنا هون منزلت مئات الالوف اكبر من منزلت مئات الالوف بهذا العدد فصار عنا هادا العدد كاملا اكبر من هادا العدد تمام؟ لان اقرأ شو اي لنا قلت بصامك لو بو اكي صاي يوكا شلش تردو مصدا يوز بلار بصامان داكي بيش رقما تمام؟ يوز بلار بصام داكي اكي رقما دان بيكتور يعني هن يقارنوا كمان بين اليوز بلار بصامك يعني منزلت مئات الالوف مثل ما احنا قارننا تمام؟ اركضش لار احنا ننتقل على المسال الثالث عفوانا على التونجو سو احنا ننتقل على المسال الثالث عفوانا على المسال الثالث كمان متساوي اي يعني مثلا اه متل ما تضيحنا هلا بهذا المسال نحن شوف عنا هادا الرقم عفوان هادا العدد اللي نقرأه بو 6304120 تمام؟ بو 6597004 تمام؟ بو 6 بصامك بدا بو 6 بصامك تمام؟ ها انه احنا اتبقوا عنا عدد ملف من ستمنازل اكبر منزل فيه يلوز بلار بصامه بورا دا يوز بلار بصامه ندر آل تا بورا دا يوز بلار بصامه ندر آي نصه آل تا ها هلا منكتشف شغلي انه بيكون المنازل الكبير ومتساوي منطلع على المنزل الاصغر منا تمام؟ اي انا هلا عنده هون منزلت مئات الالوف بتساوي منزلت مئات الالوف بهذا العدد تمام؟ فلح طلع على منزلت عشرات الالوف عشرات الالوف عندي هون شو؟ اوش تمام؟ اما بورا دا بيشتر اون بي لار بصامه بورا دا بيش اون بي لار بصامه بورا دا اوش هان قصة ضها بيكتر اي واحدة الاكبر البيش طبكي البيش وشتان ضها بيكتر الخمسة اكبر من ثلاثة تمام؟ ارقداش لار يعني انا لما بيكون عندي منزل الملازل الكبيرة متساوي بطلع على المنزل اللي قبله اذا كانوا كون متساوي برجع بطلع على اللي قبله يعني فنفتر انو انا عندي هوني عدد اوش يوز يارمي اكي تمام؟ بورا دا اوش يوز يارمي تمام؟ اذا انا بدي قارن بين هاي العددين نصر يابجم نصر يابجم يوز بصماء بورا دا ندر اوش يوز بصماء بورا دا ندر اوش تمام؟ منازل المئات متساوي منازل العشرات بورا دا اكي وبرا دا اكي فهذا بير عندي دا متساوي بطلع على منزل الاصغر بير لار بسما برادا ندر اكي و اما برادا ندر صفر تمام يعني هنگست دها بيكتر اكي صفر دان دها بيكتر بو ندان لبو ساي بو ساي دان دها بيكتر اندان ازمه اصدقائي شو لأ شو المغزى من الحكي اللي حكينا يعني احنا ما قلو مستسلين فورا للمنازل منضلع منقارن بين المنازل اللي حتى يخصوا كل المنازل اللي عنا بالعدد تماما وكيالهم شمدي التباسا ما قلو بو اكي صايا يكارش لاشتر دو مزدا يوز بي لار بساواندكي الت راكم لارن انشت اول دونو برورز ها حكوه متل ما نحنا انه انه منزلت مئات الالوف متساوي بو اطشدان من هانا من هاي الناحي اون بي لار بساواندكي صايا را بقرز من هاي الناحي لازم نطلع على عشرات الالوف اون بي لار برينجي صايا ان ان اون بي لار بساواندكي اوش راكمه عبرونا منزلت العشرات الالوف باور راكم هي تلاتي اكن جي صايا ان بالرقم الثاني منزلت العشرات هي بيش بوني دانلي البيش اكبر من ثلاتي بش اوشتان دهاب يكتور بوني دانلي بو صايا بو صيدان تها اكتر تمام ميزار كتشلار هيك بيكون خلص شرح درسنا تمام ولكن عنا التشالسما متل ما تعودنا دائما تكون في عنا التشالسما بنهاية كل درس ها تشالسما هالمرة ما رح تكون كلها وظيفة لحن حند اه ان شاء الله سؤال او سؤالين لنشوف والبع الى حكم وظيفة درس القادر المشتغل المعبادنا چالشالن برنجا سر بازي اللرميزة ايت نفوس سايمنين سونوشلار اشاعدا لايستلنمشتر بلرتلن نفوس وردينك كتشكتان كتشكتان بويههههههههههههههههههههههههه كتشكتان بيغي دورههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الى الكبير شمدي صراليالم لنرتبون بايبورد مدينة مجودة بطرقية طبعا عدد صقان 90.154 تمام كلس مدينة مجودة بطرقية طبعا 130.825 هذا هو عدد السكان موجود بكل مدينة تمام هلا لحنرتبون كيف لحنرتب اول شي لحنعد بعدد المنازل بصاية كاش بصمقلة من كم منزلي 8 بصمقلة دين مأركدشلار بصاية كاش بصمقلة آي نص آلت بصمقلة بصاية كاش بصمقلة بايش بصمقلة بايش بصمقلة تمام هلا هو بدون من الصغير الى الكبير نحن اتفقنا عشاغلي انه لما بيكون عدد المنازل اقل فبيكون هو العدد اصغر يعني لما بيكون عندي العدد منازله اكتر من عدد منازل العدد الثاني فهو الاكبر حتما يعني هدول العددين حتما اكبر من هادا العدد عفوا هدول العددين اكبر حتما من هادا العدد بوني داللي بصاي همن يازم يلم همن لازم اكتبو فورا لازم اكتبو دوكوز دوكوز دوكسان بين يوز اللي دورت بحط اشارة اصغر تمام? انو هذا اصغر عدد اللي حيكون عندي هلا لحقارن بين هدول العددين تمام? انو بالالط بصمك له بنعمل المقارنة بين اليوز بيلار بصمه بين منزلات المئات الالوف يوز بيلار بصمه بورادا نيدر بير بورادا نيدر بير اي نص ها معنات انو هون عندي مئات الالوف متساوية بين الرقمين بطلع عن منزلي افرسي زي اون بيلار بصمه بطلع منزلت عشرات الالوف عشرات الالوف شو هي هون اشتر دين تمام اما بورادا سيكيزتر ها عنا عشرات الالوف هون تماني وعشرات الالوف هون ثلاثة طب معنات انو عدد اصغر يلي عشرات الالوف وثلاثة ولا يلي عشرات الالوف وثلاثة طب كيز اللي عشرات الالوف وثلاثة دين يعني بصايد بصايدان ضهر كتش كتر تمام يعني هذا العدد بيكون اصغر من هذا العدد لاني اتقارنة بين عشرات الالوف طلع هذا العدد عشرات ألوف أصغر يظل يوز اوتوز بين يوز اوتوز بين سكز يوز يرمي بيش بسايا بوشك بونادان بشي يبالي وطورو تمام يوز يوز سكسان اوتوز بين سكز يوز سكسان تمام بو سايا ان بيوك ان بيوك تول هادا اكبر عدد عني تمام وهادا اصغر عدد هاك بيكون نحنا رتبنا العدد السكان تماما هاك بيكون حلين السؤال الاول من الوظيفة اللي كانت لازم تكون عنا باقي الاسئلة حتكون وظيفة لكم بتمانا تشتولوا فيها بشكل كتير جيد لتحاولوا تكتوشفوا اذا كنتوا فهميني الدرس مني حاولا ان شاء الله درس القادم نحنحل له مع بعضنا هدي كنتين ازاي ايبا كن اشتركوا في القناة